لكن خلينا نروح ليمكن كان فيه كاس الـ FA Cup على مستوى الاتحاد الانجليزي وخسارة جديدة لفريق ليبر بول أمام برايتون بنتيجة 2-1 شوفت المباراة زي وهل كنت متوقع هذا الإخفاق ليبر بول ليبر بول على مستوى الدوري سيء جدا على مستوى كمان خروجه من يمكن ده الدور الثالث لسه بعيد جدا على يعني أنه يخرج من هذه الأدوار لكن شايف إزاي ليبر بول الموسم ده وكمان دور محمد صلاح في هذا الموسم أنا شايف سر الهزيمة أو الإخفاق ليبر بول بدء من عندي يورجون كلوب شخصيا يورجون كلوب والتخبط اللي احنا بنشوفه حتى في تصريحاته بحس أنه بدأ يصبح متوتر ما بقاش فيه تركيز كبير جدا تحس يا كافتن هنتي أن قط اللبس بدأت تهرب بعض الشيء الموتيفيشن اللي كان موجود سر النجاح يورجون كلوب هو اللعب على الحالة النفسية عند اللاعبين وده هو اللي كان بيزرع دوات بين اللاعبين دايما بيشجحهم دايما بيصبرتهم أنا شايف أن هنا جاب ما بينهم فيه فجوة كبيرة جدا ما بين يورجون كلوب وما بين اللاعبين وما بين الإدارة على فكرة اللي احنا بنقوله ده لو كنا يعني بنبص يمكن للسنة اللي فاتت احنا بنقول النقيد 180 درجة كنا بنشيد دي أن دايما يورجون كلوب قرأي من اللاعبة دايما يورجون كلوب عنده قدرة على السيطرة على اللاعبة بشكل أباخر وقدرته على الدريسنج روم في ليبر بول على أعلى ما يكون ولكن أنا اللي مستغرب له أن الإخفاق سريع على مستوى الدوري على مستوى الكاس ففيه فيه مشاكل كبيرة على مستوى الإدارة الفنية ليورجون كلوب طبعا فيه مشاكل كبيرة جدا في طريقة اللاعبة ناصر شفنا طبعا النونز يعني هو دايما بيطلع يورجون كلوب في الفترة الأخيرة كابتناني يقول إن ما فيش انسجام بين التلت الهجومي في ليبر بول يعني هو حتى التصريح في حد ذاته بيتعارب مع الأرقام والفرص الكبيرة المحققة اللي بيصنحها الفريق يعني النونز شفنا يعني أخفض في 15 فرصة محققة ثم محمد صلاح بيأتي بعده في الترتيب ب12 فرصة محققة هذا الموسم نتكلم على سعيد البريمير ليج ليبر بول عنده مشكلة خطيرة جدا من أكتر الفرق اللي استقبلت أهداف هذا الموسم يعني نتكلم على سعيد البريمير ليج دخل فيه 25 هدف حتى الآن نتكلم على سعيد المنافسات كلها وصل لأربعة ثلاثين كل ده أرقام للأسف أرقام كبيرة جدا مقارنة بالموسم اللي فات يعني نتكلم محمد صلاح اللي بتقوله رقم يخد يعني إهدار 12 فرصة مؤكدة ده رقم كبير وإحنا لسه في نص الموسم الأول محمد صلاح في آخر يعني 3 أو 4 مباريات لم يسدد على المرمى تسديدة مباشرة أو بتتحسب حتى كتمريرة مفتاحية أو أسست بشكل كبير آه هو أحرص 7 أهداف هو من أكثر اللاعبين في ليفربول هذا الموسم في المساهمة التهديفية بـ 11 هدف سواء كان أسست أو أحرص أهداف بيجي بعده وفرمينه ولكن الفرص الضائعة هي الكبيرة المحققة ما بينه ما بين نونس يعني أرقام كبيرة جدا بتثبت هنا أن ما فيش فعلا انسجام ما بينهم هل أن يكون فيه فرص كبيرة جدا أن نونس يباصي لمحمد صلاح أو العكس نونس دايما بيكون في مواجهة المرمى يعني أنا ما بنحلل الفرص الضائعة عند نونس كابتن هاني بتحس أن هي أو تشوفها أن هي فرص فعلا أسهل من الفرص اللي جات لمحمد صلاح محمد صلاح ممكن يكون بيشارك شوية من ناحية الفنية يبدأ أن هو يساعد نفسه شخصيا أن هو يكون في مواجهة المرمى أو بيفتح زوايا تمرير لزميله نونس بالعكس الفرصة ممكن تكون جاء له أسهل من كده ولكن رقم كبير جدا هنا الانسجام ما بينهم ده عامل مشكلة كبيرة جدا على الصعيد أو التلت الهجومي لو نبص في الخط الدفاع عنده مشكلة رهيبة جدا زي ما قلنا الإصابات الكبيرة الموجودة في الفريق تصريحاته أن هو بيقول أن في الانتقالات الشتوية الحالية مش هتحل مشكلتي مش هتحل المشكلة الكبيرة يعني أنت دلوقتي بيعت ساد يومانيه برقم 35 37 مليون يورو وبعدين اشتريت النونس ودلوقتي جاتبه في الانتقالات الحالية حتى السكاوتين كيم عند ليفربول والداتا أنالسيز والجيمز أنالسيز عند ليفربول كان مشهور جدا بأنه هو من أشطر الأقسام في اختيار اللاعبين بيزد على الديتا والتحليل وهكذا فأنا شايف أن اختيار الأخير غير موافق وخاصة فيه ضخ أموال كبيرة جدا لما توصل 150 مليون في صفقتين مقابل اخسارتك لساد يومانيه برقم صغير جدا كان فيه انسجام ما بين الخط السلاسي القدام مش عايزين نقول أن غياب أو رحيل ساد يومانيه هو السبب الأساسي ولكن أنا أتكلم دايما ليفربول بالانسجام اللي كان حاصل بالموتيفيشن والسبورت النفسي قبل الفني والتكنيكال وكل الكلام ده من يورجون كلوب هو سر النجاح اللي حاصل ما بين الكاتيبة كلها غياب جوتا للإصابة غياب يعني دياز للإصابة لفترات طويلة الكنتارة فيه تزبزب كبير جدا في الخط الدفاع زي ما شفنا يورجون كلوب بيعاني أيضا أنا شايف أن فيه حاجة ما بينهم ما بين الإدارة الإدارة لم تساعد يورجون كلوب أنا كنت هجيلك في النقطة دي لكن كمان احنا بنتكلم دايما على ليفربول لازم سيرة محمد صلاح نجميلها الكبير وجريدة أو صحيفة الجارديان هي بتعمل تقرير سنوي على أفضل اللاعبين خلال في نهاية السنة كان دايما بنشوف محمد صلاح في هذا الترتيب من الأوائل يمكن من الثلاثة الأوائل للخمسة الأوائل لكن معنا تقرير نشوف كمان تقرير الجارديان وترتيب محمد صلاح خلال موسم كارسي بالنسبة لليفربول وقد إيه احنا بنتكلم أن الكورت القدم لعبة جماعية وما فيش لعيب في العالم ممكن يشيل فريق لوحده الكيرف بينزل للفريق التوتل للفريق أكيد محمد صلاح أكيد غزب عنه كمان هيبقى الكيرف نازل على مستوى التهديف على مستوى الفرص ترجمة نانسي قنقر